ضرورة إنشاء مركز خليجي موحد للدراسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والأمنية وأمن الطاقة لتقديم الدراسات والتوصيات لصانع القرار السياسي في دول مجلس التعاون على أن يضم أقسام متخصصة لشؤون دول الجوار إيران العراق اليمن والطاقة والحقيقة يعني نحن سعداء ومحظوظين أن في مركز بهذا المستوى في دول مجلس هذا المركز مركز الإمارات لربما يكون المركز الوحيد يبحث في الدراسات الأمنية الاستراتيجية الاقتصادية في دول الجوار الأخرى في العراق في اليمن في إيران العديد من المراكز مراكز الأبحاث الدراسات اللغوية وغيرها نحن نفقد هذه الميزة فحان الوقت للتفكير البعيد واستخدام هذه المراكز ترجمة نانسي قنقر